اهلا اوالي زمالكوية? انا زمالكوية. زمالكوية? اه. تعرفي حد في زمالك? اه يعني اكيد كبالة طبعا يعني مصيطة. مع العلم ان انا وراجل لمد انك كذا اسم تكون بارك. انت ناضح ان انت بتقول على كل حاجة يعني بص انا انا صراحة يعني بشجع كورة. اه. زمالكوية بالوراست طبعا ان بابا واخواتي وماما قولين زمالكوية. اه بس روحي رياضية يعني مش متعصبة خالص يعني عادي كسرنا خسرنا. الموضوع جيم يعني. اه. ليه اه شايفة ان الموضوع اه اه احتقان. يعني احنا بنتكلم قبل هو يعني قلت ان انا مش عارفة ليه الناس متنشناه في الاخر الكورة. بالضبط ما عرفش. هو صحح. انا بالنادي بقالنا كتير جدا. الناس هو اللي انتي بتقوليه ده ولا بتقوله. ان يا جماعة هي كورة. بس مش عارفة ليه هو الموضوع فيه تعصب شوية. يعني انا كتبت مرة على الفيديج عندي اه كان زمالك كسب فمبروك وكده. يعني يعني كتبت حاجة عادية. لقيت بقى انه في ناس كومنتات مش حلوة خالص كتبت. يعني موضوع مش مستاهل يعني انه اه مبروك للفريق اللي كسب وخلاص كان كان الفريق ايه يعني. فمعرفش الموضوع ليه واخد اه تعصب قوي من الناس كده. شاء الله بإذن الله دعا دعا يعني يتقبل كده والناس اه تهدى شوية. بصدفت. ده صلي عام نبي. لازم يحصل كده. خصة تبقى كويسة يعني. بتشوفي ازاي الرئيقورة من غير جمهور او الرياضة من غير جمهور. اه ازاي يعني من غير جمهور. انه المطش ما يبقاش فيه جمهور يعني. طي ما عندكيش ملوان احنا بنلعب جمهور. لا عارفة طبعا بس بحس انه احسن. لا مش الدركات دي. معلماتي مش للدركات. انا بكلمك في يعني. لا لا. مات لا شوف. اه بص انا بحس انه تشجيع اللعيبة وهم بيلعبوا. اه. حلو. زي كده فكرة لو انا عملت حفلة من غير جمهور. ما انا بتجاهلك في كده. اه. هتبقى برضو الموضوع اه. رزل شوية. اكيد يعني كابتن محمود هو اللي يقول الموضوع ده. اه. اكيد بتحس مسلا لما بيبقى فيه هتفات من الجمهور. اه. بيشجع اكيد. وفيه حاجة برضو ممكن تحصل ضد لو حصل انه الفريق المسلا الاهلي كسب. او الزمالك كسب. وتلاقي ايه بقى والحاجات اللي بتحصل. ممكن تغني في حفلة من غير جمهور? لا. مستحيل. ممكن تغني في فرح محدش بيسمع? لا مستحيل. يعني الحاجة الوحيدة اللي بنعملها واحنا بنصور كليب. وبتحس ان فيه حاجة غلط. انه انا وقفة بغني وفيه الكاميرا قدامي. والمخرج والكرو يعني. بس بتبقى بيعدي لانه انا في الاخر بصور كليب. لكن حفلة وابقى عايزة حد تجاوب معايا يعني. اه. الغنى فرصة? ولا ارزاء? ولا ظروف? يعني ابتديتي في السر افاديمي? حظ. حظ. ملوش ضعب موهبة? ولا موهبة محتاجة حظ? لا ملوش ضعب الموهبة. يعني يعني ممكن يبقى حظه حلو. معندوش موهبة وينجاح. تبقى قطع على طول. يعني عملا كانت موهبة. صريحة جدا. صريحة جدا. موهبة بتفرد نفسها. وكلام اللي احنا بنسمعون.